السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محبوبكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وكما عودناكم دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدات ففي هذا الفيديو غد نشوفوا كيفاش إسرائيل توطمئن موريطانيا كذلك إسرائيل تتوعد البوليزاريو وعبد المجيد يبعث رسالة عاجلة لإسرائيل من الصين فنقوم معي الإخوان موضوع شيق جدا رجائي منكم كالعادة أنكم تدعمونا بالضغط على الزر إعجاب كذلك بالبرتالي والاشتراك وما تنسوش كتابة التعليق فلو غير وريدة غير قليب أو كلمة استمر أو واصلي فهذه الكلمة البسيطة بالنسبة لكم فهي قادرة أنها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله وانطلقوا بعض الفاصل فبعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الرئيس الجزائري كيبعت وحد الرسالة عاجلة ومهمة لإسرائيل قادم بدأوا بهذه الرسالة المشفرة واللي يرسلها عبد المجيد وهو في الصين يوما فقط أو 24 ساعة فقط بعد اعتراف إسرائيل بصحراء المغربية فاليوم عبد المجيد كيعترف بإسرائيل أنها دولة يعني دولة معترف بها دولة معترف بها داخل أمم المتحدة كذلك اليوم الجزائر أو يعني دائما الجزائر كتتقلس جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الاجتماعات ديال الأمم المتحدة دون مشكل فعبد المجيد اليوم كيبعت وحد الرسالة عاجلة فأقل من 24 ساعة رسالة مشفرة مشفرة من البلاغ الختامي ما بين الصين والجزائر فغادي تشوفوا الإخوان معي هاد الخريطة فغادي تقولوني الخريطة ديال فلسطين ولكن الرئيس الجزائري ما كيعتر شبهات الخريطة الرئيس الجزائري ومن خلال بيان الختامي هادي مش الخريطة ديال فلسطين أنوريكم الخريطة الحقيقية ها هي الخريطة التي تؤمن بها الجزائر وكأمن بها عبد المجيد يعني هادك إسرائيل وهادك شوية ديال الأراضي هي الفلسطين اللي فيها غير الضفة الغربية وغزة والداليل إخواني أخواتي غادي تشوفوه معي من خلال بيان الختامي اللي كان ما بين الجزائر والصين وهذا الفقرة بطبعة الحال ما تكلمش عليها لإعلام الجزائري واللي كتقول للمجتمع الدولي تعزيز السلام والإزدهار في المنطقة شدد الجانبان على أنه ينبغي حل القضية الفلسطينية وفق للقانون الدولي والقرارات الأمم المتحدة ذات صلة ويتحقق حق الشعب الفلسطيني في إيقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وسيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وبالتالي إخواني أخواتي الخارطة الأولى ديالفلسطين غير معترف بها عند الجزائر بل كيعترفوا بالخارطة اللي خارطة دي إسرائيل يعني كيعترفوا بإسرائيل كدولة وكيعترفوا بذيك الخارطة اللي فيها شوية الأراضي الفلسطينية يعني في غير الضفة الغربية وغزة وكذلك يقوم بالي القدس الشرقية كعاصمة يعني إخواني أخواتي كيعترفوا أن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل والقدس الشرقية فها عاصمة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ الإنصاف والعدلة والأمن والاستقرار في الشرق دعم فلسطين لتصبح عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة والمنظمة ذات الصلة فاليوم إخواني أخواتي بهذا البالغ فالجزائر كتطرف بسيادة إسرائيل على الأراضي وكتأمن أو تؤمن بأن القدس الشرقية هي اللي فلسطينية أما القدس الغربية فهي إسرائيلية فهذه هي الرسالة المشفرة لكيصفتوا الإسرائيل كيقولوا لهم بللي إحنا ما كنتدعموش فلسطين وإحنا يا أم عاكم غير تساهلوا شوية في القدية الصحراء المغربية هذه 24 ساعة من اللي امتش الخبر دي الاعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يعني بدأ من ثاني يعني كان البكاء والعويل من قبل ولكن اليوم تزاد ما وقفش غير عند هاد الحد حيث قام أبن بطوش في توجيه رسالة إلى الأمين العام دي الأمم المتحدة أنطونيو غتريس قد الرسالة كلها مغالطات حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية واللي قال أنها تضعفت يعني الحدة ديالها بعد انتهاك والنصف المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوامبر 2022 علما أن البوليزاريو هي اللي علنات رسميا إلغاء وقف إطلاق النار وقامت بإخبار للأمم المتحدة بذلك لذلك هاد الشطحات ديالبوليزاريو والترويج لهاد المغالطات كتخليه فاقد للمصداقية وكتكشف مرة أخرى أنها عامل مزعزع للمنطقة فالبوليزاريو تدرك جيدا أن الصراع العسكري ليس في صالحها والطريقة الوحيدة اللي بقت لهذا التنظيم الإرهابي هي الخضوع للأمر الواقع خصوصا أن اليوم غدي نشوف الضغط الإسرائيلي غدي نتشر في جميع أنحاء العالم وبالدفع بالدول المترضدة إلى الاعتراب بمغربية الصحراء وفي هذه الحالة غدي تكون الأمم المتحدة مضطرة لإطفاء الشرعية على مغربية الصحراء فالاعتراب بمغربية الصحراء يكرر استفكك المشروع الانفصالي حيث بدأت إسرائيل وبمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم ضمانات لموريطانيا لإقناعها بالتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويبدو أن موريطانيا تتجه بالفعل نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وهاتش اللي أكدو وزير خارجية إسرائيل وإليكوهين لموقع واينايت الإخبارية بالعبرية أن إسرائيل تجري محادثات للتطبيع العلاقات مع عدة دول إفريقية بينهما موريطانيا ونجيريا ومالي وفي سياق متصل أجرت هيئة البت المباشر الإسرائيلي الرسمية إلى أن وزير خارجية الإسرائيلي إليكوهين قد التقى في كينيا سراً مع زعيم دولة إسلامية إفريقيا لم يسميها في إشارة إلى موريطانيا وذكرت ذات الهيئة أن زعيم الدولة الإسلامية اشترط عدم ذكر اسم دولته عند الحديث عن اللقاء مع وزير خارجية الإسرائيلي إليكوهين قيلو بعاصمة كينيا هذا وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أشارت في بيان لها أن وزير خارجية إسرائيل إليكوهين قام بزيارة ديبلوماسية سريعة إلى كينيا التقى مع زعيم دولة عربية ووزير الخارجية الكيني وقاد الدول أفارقة آخر مبرزاً أن كينيا حالف رئيسي لإسرائيل في شرق إفريقيا حيث تساعده كينيا في توسيع دائرة السلام والتطبع ودعم موجود إسرائيل كمراقب للاتحاد الإفريقي وكالتعتبر موريطانيا من إحدى الدول العربية والإفريقية التي يراهن عليها نظام العسكر الجزائري لزعزعة أمن واستقرار المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة على الرغم من أن نوكش تشير دائما اللي هي عندها واحد الموقف محايد من هذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر ولكن اليوم إخواني أخواتي بهذه التسريبات أو بهذه المعلومات فهي تشكل ضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري كذلك يجب الإشارة إلى مخيمة تندوف لتحولت إلى خزان يغضي تنظيمة الإرهابية فمؤخرا ركشف تقرير ألماني حول جماعات إرهابية في إفريقيا ومنطقة السحل والسحراء وعلاقتها بالبوليزاريو حيث تلجأ هذه الجماعات إلى توظيف مخيمة تندوف لتكتف تواجد ديلها وتجنيد أفرادها يعني تقرير كيتم توظيف النزاعات عبر الإنترنت من أجل البروباغندا الإعلامية ويصل مدها إلى أوروبا وهذا الشي اللي أكتب بلغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حيث جاء في هذا البلغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية وعلى ضوء معلومات استخباراتية تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر موالي لما يسمى داعش ينشط بين المغرب وإسبانيا يعني هذه العملية أو هذه الإرهابي تم القبض عليه بمدينة النظور هذه العملية المشكوكة وحسب نفس البلغ تحريت أكدت أن الموقوفين كانوا في تواصل يعني مع الشبكة للهجرة الغير شرعية من أجل حصول على وطائق مزورة لاستغلالها في إطار تنفيذها أو تنفيذ عملية إرهابية في أوروبا وأبرز البلغ أن هذه العملية المشتركة كتبين مرة أخرى على أهمية تعاون الأمن الاستخبار في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بين المملكة المغربية الشريفة وحلفائها في سياق إقليمي وعالمي مطبوع إذن إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة